بسم الله الرحمن الرحيم كما تعلمون أن المملكة العربية السعودية قارة كبيرة جدا وأنها تتكون من عدة أقاليم تتباين فيها مظاهر السطح من جبال شاهقة إلى أودية سحقة إلى صحار إلى قاحلة إلى صباح وسهول فيضية زراعية من جنوبها إلى شمالها كذلك تتبدل مناخاتها من منطقة تنزل فيها الثلوج في الشمال في وقت في بعض الأمكنة من المملكة العربية السعودية يستخدمون المكيفات ولهذا تتباين الآثار وتتوزع الآثار بحسب هذا التباين الجغرافي الكبير طبعا في المملكة العربية السعودية آلاف الآلاف من الآثار التي لا نستطيع أن نتحدث عنها في برهة من الوقت كهذا الوقت المتاح لي الآن ولكن من أشهر الأمكنة الأثرية التي نعرفها في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال للحصر مدائن صالح في العلا في محافظة العلا التيماء آثار تيماء طبعا في محافظة تيماء بشمال غرب المملكة العربية السعودية آثار دومة الجندل في منطقة الجوف في سكاكا آثار الفاو طبعا في جنوب منطقة الرياض في أعتقد أن أعظم محافظة ودي الدواسر آثار في عسير جرش على سبيل المثال في معروفة في مكانها بين الرفيدة والخميس والله ما أعرف تتبع لأي من المحافظات الفتهامة عشم تابعة لمحافظة القنفودة السرين تابعة لمحافظة الليب هذه أمكلة مشهورة جدا ومثلها آلاف التي لا تحضروني الآن أو على الأقل لا يتسع المجال لذكرها في المملكة العربية السعودية حوالي أربعين بعثة أثرية تحت تنقب في أمكانة مختلفة من المملكة بعضها سعودية بحتة وبعضها أجنبية بمشاركة سعودية طبعا الآثار من حيث التاريخ الزمني بعض المواقع الآثارية تعود إلى ما قبل مليون سنة وبعضها تتعود إلى ما يعرف ب طب مختلف العصور ما قبل التاريخ ثم العصور التاريخية إلى العصور الإسلامية والآثار الإسلامية أيضا يعني ربما تحتل أو لا نصيب كبير من التنقيبات والاكتشافات ومن المسوحات التي تمت للمملكة العربية السعودية على مدى ما يقارب من أربعين عاما يعني لم تخل الذاكرة والمملكة تجري مسحا لكل مختلف أنحاء المملكة طبعا لنا على الأكل من سنين ليست بعيدة جدا أصبحنا كنا في البداية حينما ننقب لا نعنى بالترميم من الآثار وترميم الموقع الذي ينقب فيه لكن الآن وهذه تحمد لهئة السياحة والآثار قبل فترة التي كانت الآثار قطع منها أو قبل حتى قبل ذلك وزارة المعارف ثم وزارة التربية والتعليم التي كانت الآثار بإدارة عامة ثم وكالة مساعدة ثم وكالة إلى أن أصبحت أيضا جزء من قطاع السياحة والآثار الهيئة السياحة والآثار ثم الآن أصبحت هيئة هيئة من هيئات وزارة الثقافة وهيئة التراث والحقيقة أن هيئة التراث الآن لها عناية كبيرة جدا بأنها ما تحفر مترا إلا وتحاول أن ترممه لكي تحافظ عليه ولكي تهيئه للسياحة في مستقبل الأيام يعني فهذا الجانب وهو جانب المحافظة على الآثار وهو جزء من حديثي اليوم رأينا في فايد على سبيل المثال وهذه في منطقة حايل أنه كل ما نقب عنه من جدران ونحوها رمم وجرأ التأكيد من أنه في مأمن وأنه مصان وأنه محافظ عليه أيضا هناك الآن انتباه كبير لما يجري في تيماء من تنقيبات ومحافظة على الآثار في نفس الوقت وللحقيقة أن الحفاظ على الآثار ليس فقط في المناطق التنقيب وإن في غير مناطق التنقيب هناك كما تعلمون حراسات هناك متابعات هناك استفادة من وسائل الحديثة في سبيل المحافظة على الآثار وصيانتها وطبعا المتاحف كما تعلم المملكة العربية السعودية الآن أصبعت هيئة المتاحف أيضا هيئة مستقلة ويتبعها عدد كبير من المتاحف الرسمية فضلا عن المتاحف الأهلية المتاحف الرسمية وهي التي طبعا من مسؤوليات الدولة أيضا تحافظ على الآثار وتصونها وتعرضها وتقدمها لجمهور المشاهدين وأيضا للباحثين والدارسين والسواح وحقيقة نحن في مملكة العربية السعودية نفاخر بآثارنا التي كما قلت له في بداية الحديث تمتد إلى أكثر من مليون سنة